موسيقى حياكم الله مشاهدين الكرام في نشرة اخبارية من قناة الفلوجة اهلا بكم مشاهدين ونبدأ معكم هذه نشرة بأهم عنوينها موسيقى حناجر الكربلائيين تفزع للعاصمة الالاف يصدحون بغداد حرة حرة موسيقى تأجيل الكشف عن قتلة المتظاهرين يؤجج المخاوف من تسويف قضيتهم موسيقى موسيقى قوات حفظ القانون تشكيل امني جديد يكشف مهام وزير الداخلية موسيقى قرية المغيبين البعكاش تفتقر لمركز صحي والكثير من الخدمات موسيقى حياكم الله مجددا زيارة الاربعين على وجه الخصوص تعبر في جوهرها عن الرفض لكل اشكال الخراب والفساد عبد المهدي يؤكد والشعب يهتف بغداد حرة حرة يا فاسد اطلع برا في احيائهم الذكرى بمدينة كربلاء وخلال الزيارة توشح الالاف بالسواد ولبس الاكفان احتجاجا على تفاشي الفساد في مفاصل الدولة كافة وهتف العراقيون شعارات مناهضة للفساد منددين بالفسدين الذين ساهموا بنهب اكثر من 450 مليار دولار خلال الاعوام الست عشر الماضية وثقا للارقام الرسمية اشتركوا في القناة بعد ان باشر باتخاذ اجراءات ضد المتهمين بقتل المتظاهرين عبد المهدي يقول سأعلن نتائج اللجنة التحقيقية قريبا واطلع عبد المهدي على اخر النتائج التي توصلت اليها اللجنة كما ناقش مع اعضائها التقارير الحالية مبديا ملاحظاته وتوصياته اللازمة لرفعها بشكلها النهائي فيما تعهد بمحاسبة المقصر في التظاهرات مهما كان موقعه في الدولة وبعد انجاز تحقيقاتها في المحافظات لجنة التحقيق في التظاهرات تؤكد تسليم رئيس الوزراء عبد العبد المهدي التقارير النهائي يوم غد الأحد مشددة على انها تعاملت بمهنية وامانة في عملها اللجنة اوضحت في بيان لها ان اللجانة الفرعية الاستقصائية توصلت الى نتائج مهمة خلال استماعها لشهادات المتضررين ودويهم ومعاينتها لجميع الاماكن المتضررة مضيفة ان التقارير النهائي سيسلم الى رئاسة الوزراء مساء يوم غد الأحد حرض على قمع المتظاهرين ودع القوات الامنية الى الاعتقال العشوائي اللجنة الوزارية تبدأ تحقيقا مع رئيس مجلس محافظة بابل رعد الجبوري على اثر التسجيل المسرب المنسوب اليه رئيس اللجنة نور الدليمي اصدر امرا لفريقه في بابل بالتحقيق فيما تضمنه التسجيل الصوتي المسرب الذي يتحدث فيه عن الاجراءات المتخذة من قبل القوات الامنية بحق المتظاهرين الذي حثهم فيه على قمعهم واعتقالهم في اي تجمع كان تأجيل اعلان نتائج التحقيق بقتل المتظاهرين اثارت جدلا سياسيا وشعبيا وشكك بقدرة الحكومة على اعلان النتائج بشفافية ومهنية لا سيما ان لجنة الامن والدفاع النيابية تحدثت عن عدم قناعتها بنتائج التحقيق المهلة التي حددها رئيس الوزراء عدل عبد المهدي للجنة التحقيق في قتل المتظاهرين خلال موجة الاحتجاجات في بغداد وعدد من المحافظات انتهت وما تزال اللجنة غير متفقة بشأن التقرير النهائي لا سيما مع وجود ضغط من جهات سياسية باتجاه عدم كشف الاسماء والشخصيات المتورطة عدام الثقة بين الناس بين المجتمع وهذه المؤسسة القائمة التي انا لا استطيع ان اقول عنها دولة كاملة تخلينا نحن في شكوك ربما ستحذف بعض الاسماء من اولئك الذين اشار لهم المحققين بان هذول اشاهم ضلقة الهات ولذلك ينبغي ان تكون الدولة اذا ما ارادت ان تخرج من هذا الموقع من هذا المأزق بشكل صحيح يجب ان تكون هناك شفافية واضحة في الاعلان عن اولئك الذين ارتكبوا جرائما بحق شعبنا وشبابنا اللي طلعوا يدافعون عن مصالحنا جميعا تأجيل اعلان نتائج التحقيق بقتل المتظاهرين اثار جدلا سياسيا وشعبيا وشكك بقدرة الحكومة على اعلان النتائج بشفافية ومهنية لا سيما ان لجنة الامن والدفاع النيابية تحدثت عن عدم قناعتها بنتائج التحقيق اذا رجعنا الموضوع برمته باعتراف واضح من السيد رئيس الوزراء بان هناك ضغوط عليه في جميع الاحوال فهذه الضغوط ستنسحب في جميع مراحل الامور يعني اذا كانت ضغوط سياسية في مكافحة الفساد في عملية الاصلاح فهذه الضغوط ايضا مستمرة حتى في عمليات التحقيق ورغم ترقب الاوساط الشعبية اعلان نتائج التحقيق لكن يبدو ان العراق يحاول دخول موسوعة جينيس للارقام القياسية بعدد اللجان المشكلة التي عادة ما تكون من دون نتائج رغم استمرار الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعية لمواصلة الاحتجاج والعودة للتظاهر يوم الخامس والعشرين من الشهر الحالي فرأس الدليم قناة الفلوجة بغدهت الآن ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من أربيل ثامر الشمر العضو في مفوضية حقوق الإنسان مرحبا بك سيد ثامر بداية هل تتوقع أن الحكومة ستفصح عن جميع ما حصل من خروقات تجاه المتظاهرين سيما وأنكم كمفوضية حقوق إنسان كنتم الأكثر صراحة في كشفه ما حصل وكذلك حذرت من التستر عن بعض الحالات بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة الكل يعلم أن هناك لجنة تم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء والحكومة لرصد الانتهاكات والأحداث التي رافقت المظاهرات وما حدث من قتل للمتظاهرين وكذلك حدوث إصابات بالغة في أحداث كبيرة تقدر بالألاف للمتظاهرين وكذلك ملاحقة بعض الناشطين وبعض الإعلاميين واعتقالهم كل هذه الأمور التي حدثت والتي رافقت المظاهرات وما صحابها من تشكيل لجنة للتحقق والتقصي الحقاق في هذا الموضوع كانت المفوضية حقوق الإنسان عضو مراقب ومن ضمن اللجان التي رافقت هذه اللجان وهي ممثلة باللجنة الحكومية المشكلة ولكن بصفة مراقب نحن سنعمل بشفافية وسنكشف كل ما حدث على الإعلام ولكن نحن ننتظر صدور التقرير النهائي من الحكومة لكشف جميع الملابسات وللكشف عن الجنات وللكشف عن جميع الجهات أو الشخصيات التي تقف ضد المتظاهرين والتي قامت بقنص المتظاهرين ووقوع ضحايا تقدر بعشرات المظاهرين أو قد يفوق العدد 150 متظاهر استشهدوا في هذه المظاهرات طيب سيد الكريم بالتأكيد سمعتم بالتسجيل المنسوب لرئيس مجلس محافظة بابر رعاد الجبوري بشأن التحريض على قمع المتظاهرين كيف ترون ذلك؟ ما هي ردة فعلكم كمفوضية حقوق إنسان في العراق؟ هل يمكن أن تتكرر؟ أو هل يمكن أن يتم السكوت عنها؟ هل تتوقعون ذلك؟ التسجيل الكل سمع هذا التسجيل المنسوب إلى سيد رئيس مجلس محافظة بابر ولكن لم نتأكد من صحة هذا التسجيل من عدمه وفي حال الثبوت هذا التسجيل فهو الحقيقة تحريض على القمع وتحريض على استهداف المتظاهرين ولتقييد حريات الناس والمواطنين وهو بالطبع مخالف لما نص عليه الدستور العراقي في باب الحقوق والحريات ومخالف للمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية التي التزم بها العراق أمام المجتمع الدولي هل من قبيل الصدفة إذا ترى أن يتشابه سيناريو رعاد الجبوري مع حسين البديري عضو مجلس محافظة بابر الذي ثبت قمعه للمتظاهرين؟ وبعد ذلك أطلق صراحه بكفالة يعني كحقوق إنسان كيف تقيمون ذلك؟ الأمر هناك أدلة وهناك محاكم وهناك يجب أن لا نلقى التهم جزافا هذا الأمر يجب التأكد منه وفي حال التأكد منه وثبوت صحة هذه الإدعاة أكيد سيكون للجنة المشكلة بهذا الأمر في حال صحة هذا التسجيل أو في حال ثبوت هذا التسجيل وعدم اتخاذ إجراءات قانونية مناسبة حق من أطلق هذا التسجيل أو من قام به فأكيد سيكون للمفوضية الدور الكبير في قامة دعوة ضد الأشخاص ومنهم رئيس مجلس محافظة في حال ثبوت هذا التسجيل ونسبه له طيب هل من القانوني الأمر الذي حصل مع أحسين البديري عضو مجلس محاطبابل الذي ثبت تورطه فعليا وهناك كاميرات مراقبة أثبتت ذلك بالدليل القطعي هل من القانوني أن يطلق سراح النائب البديري بكفالة مالية؟ ألي تشابه ذلك مع ذلك؟ الإجراءات القانونية التي تتم بإطلاق كفالة من عدم هذه إجراءات قضائية الإجراءات القضائية محترمة ونحن لا ندخل في الأمور القضائية إذا كان هناك نص قانوني يجيز إطلاق المتهم بكفالة وإذا كانت المادة القانونية تسمح بكفالة المتهم ولكن ما يعنينا هو حماية وتعزيز ومفاهيم حقوق الإنسان ما يعنينا هو المواطن العراقي ما يعنينا هو الذي خرج للتعبير عن رأيه وخرج بمظاهرة سلمية لم يكن يحمل السلاح كان أعزلا وكان مطالبا بحقوقه كل هذه الأمور هي من حق هذا المواطن وهي الحقوق التي كفلها الدستور وبالتالي لا يوجد شيء يسمح لأي جهة أن تقمع هؤلاء المتظاهرين أو أن تكون تستخدم العنف ضدهم طيب سؤال أخير لو سمح سيد ثامر هل هناك دعوات من مفوضية حقوق الإنسان لإطلاق سراح الناشطين المعتقلين فضلا عن ذلك هل هناك أحصائية من قبلكم لأعداد هؤلاء المعتقلين المفوضية مع حرية التعبير عن الرأي وهي مع أي جهة تعمل على التعبير عن رأيها سواء كانوا إعلاميين أو غير إعلاميين أو من قبل الناشطين المدنيين وهذا حق دستوري لهم فالدستور كفل حرية التعبير عن رأيها نحن لا نسمح وسنقف بالضد من أي عملية تهدف إلى قمع هؤلاء الناس النشطاء هؤلاء الذين يعبرون عن أراءهم بالطرق السلمية لا يوجد نص قانوني يسمح باعتقال هؤلاء كل ما يجري هو انتهاك وهو مخالف للقوانين الموضوعة الوضعية في القوانين العراقي أو سواء للدستور العراقي ونحن نعمل على مراقبة تنفيذ القانون ونعمل على مراقبة تنفيذ بنود الدستور العراقي التي تكفل حرية التعبير عن الراي ولا يمكن القبض على متهم على أي شخص ما لم يكن مرتكب لجريمة منصوص عليها في القانون ما لم يرتكب جريمة لها نص قانوني محدد يجيز القبض أو احتجاز من يرتكب هذه المخالفة ولكن ما لاحظناه أن الكثير من الذين من النشطاء ومن العلاميين تم اعتقالهم دون وجه حق بمخالفات قانونية واضحة كان معنا من أربيل عبر الأقمار الصناعية السيد ثابر الشمري عضو مفوضية حقوق الإنسان شكرا جزيلا لك قوات حفظ القانون تشكيل أمني جديد يخلص السلطات من تهم قتل المتظاهرين وزير الداخلية ياسين الياسري يشرف على أول استعراض تدريبي لها ويكشف المزيد عن مهامها مهامها كما شرح الياسري ستقوم على أساس حماية المتظاهرين والمحافظة على أرواحهم والممتلكات العامة والخاصة وأكد الياسري أن التعاون بين المتظاهرين وقوات حفظ القانون هدف أساسي لدى السلطات ودع إلى الاهتمام بالتدريب وفق الصياغ والنظريات الحديثة لكسب القوات الأمنية مهارات فنية في التعامل مع المدنيين مع استمرارها بتوثيق الاعتقالات بحق الناشطين منذ توقف التظاهرات منظمة العفو الدولية تدعو وتدين وتندد أوقفوا حملات الاعتداء والترهيب واكشفوا أماكن اعتقالهم المنظمة في بيان شديد اللهجة انتقدت السلطات بعدم الوفاء بوعودها بإطلاق سراح المعتقلين وقالت ما نراه هو استمرار للنهج نفسه نهج القمع بشكل مروع للشعب العراقي ودعت المنظمة السلطات للكشف عن مكان وجود المحام علي تسياب الحطاب والطبيب ميثم محمد رحيم الحلو الذين تعرضا للاختفاء القصري وإطلاق سراحهما ما لم يتم توجيه تهم إليهم بارتكاب جريمة جنائية معترف بها ميثم الحلو طبيب وكاتب عراقي قال أين حقي فاعتقلته جهات مجهولة منذ نحو إسبوعين بعد إعلانه تأييد تظاهرات إكتوبر وذلك في ظل تدهور حقوق الإنسان في العراق لا سيما في الآونة الأخيرة الحلو كان مغادرا عيادته متوجها إلى عائلته حينما اعتقل وترفض السلطات الإفصاح عن الجهة الأمنية التي تعتقله في خرقا واضحا للمادة الخامسة عشرة من الدستور العراقي حقوقيون وناشطون اعتبروا الاعتقال التعسفي الذي جرى بحق الحلو أحياء لممارسات الدولة القمعية واستمرارا لسياسات تكميم الأفواه والحرب على الأعلامين والناشطين محذرين من انزلاق العراق في دهاليزة مظلمة يعتريها الخوف والتهديد تهديد واعتقال مع كل تظاهرة واحتجاج تشهدها البلاد هكذا هو حال الإعلامين والمصورين خصوصا ممن نقلوا الاحتجاجات الشبابية الأخيرة مضطرهم إلى مغادرة العاصمة بغداد باتجاه قليم كردستان تفاصيل في هذا التقرير بعد تغطيتهم ونقلهم أحداث التظاهرات والاحتجاجات الشعبية والعفوية التي انطلقت مؤخرا في العاصمة بغداد وامتدت إلى محافظات أخرى والتي أسفرت عن سقوط قتل وجرح لم يسلم عدد كبير من إعلامي ومصوري بعض القنوات من التهديد والاعتقال من قبل جهات مجهولة مضطرهم إلى مغادرة بغدادة باتجاه قليم كردستان أو السفر خارج البلاد في الحقيقة ظاهرة استهداف الصحفيين سواء بالاعتقال سواء مهاجمة المقارات بسبب تغطيتهم للتظاهرات هذا مؤشر خطير يتعلق بحرية الصحفيين في العراق لذلك أنا أعتقد بأنه ليس من مصلحة الحكومة استمرار هذا الوضع كون استهداف الصحافة هذا يعني بأن الحكومة عاجزة على توفير مطالب المتظاهرين ولربما هي تسعى إلى اعتقال أكبر عدد ممكن من الناشطين والمدونين والصحفيين وذلك خشية من اندلاع التظاهرات التي داعى لها عدد من الناشطين يوم 25 من هذا الشهر ومع كل أزمة تشهدها البلاد يتصدر الصحفيون قائمة الضحايا من قمع واعتداء على الرغم من تعهد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بضمان حقوقهم وحمايتهم فبغداد اليوم أصبحت شبهة خالية خصوصا ممن شاركوا بنقل الاحتجاجات الشبابية الأخيرة يعتبر الإعلام هو الناقل لحقيقة الأحداث التي تجري الآن في العراق حركة الاحتجاجات الكبيرة ولكن معلسة بشديد ربما استكمالا لكثير من التقارير الدولية أنه العراق أصبح من الأماكن الخطرة للعمل الإعلامي لذلك تعرض الكثير من الصحفيين والإعلامين والمدونين إلى عمليات تهديد واختيال واعتقال ولذلك لجأ الكثير إلى أقليم كردستان أو إلى دول أخرى تخلصا من هذه الضغوط عملية الضغط على الإعلام حققة عملية لن توقف نقل الحقيقة يعد العراق من أكثر بلدان العالم خطورة وتقييدا لحرية الصحافة حيث يقبع في المرتبة السادسة والخمسين بعد المئة على جدول التصنيف العالمي الذي نشرته مراسلون بلا حدود في آخر تقرير لها استهداف واعتداءات طالت العديد من الإعلاميين والمصورين بعد نقلهم الاحتجاجات الأخيرة فلقول الحقيقة ثمن باهض في العراق من أربيل بشير الحسن قناة الفلوجة العراق فشل وفي موقف حرج بهذه الكلمات عبرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان عن قلقها بسبب خسارته لمقعده في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المفوضية في بيان قالت إن فشل العراق في جمع الأصوات اللازمة من الدول الأعضاء وتراجع دولي مؤسف مضيفة أن العراق في مرحلة حرجة ويواجه الكثير من التحديات على مستوى ملف حقوق الإنسان والالتزامات الدولية الموقعة من قبل العراق وزارة الخارجية أكدت أن العراق سيشغل صفة مراقبة في مجلس حقوق الإنسان بداية العام المقبل بما أشارت إلى أنها ستعمل على تجديد عضويته في المجلس مستقبلا وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف إن العراق يشغل حاليا عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعات العامة للأمم المتحدة من عام 2017 لغاية نهاية 2019 وقد كان له دور إيجابي فعال مضيفا أن الوزارة عملت جاهدة على إبعاد قرارات المجلس وأجراءاته عن التسييس الأخبار مستمرة فضيحة إخفاء أربعة ألاف درجة وظيفية هذا ما كشفت عنه لجنة النزاهة في مجلس النواب منتقدة في الوقت ذاته عدم منح درجات وظيفية لتسعمائة معتصم من حملة الشهادات العليا وقالت اللجنة في بيان لها إن إخفاء الدرجات عن الشعب فضيحة تضاف إلى مسرسل فساد السلطة متسائلة عن الجهة التي أعطت الحق للوزراء بإخفاء هذه الدرجات حيث قامت الحكومة بترك حملة الشهادات العليا ينامون مئة يوم في الشهرع مع الاعتداء عليهم بالماء الحار والتهديد والإهانة بعد تصويت مجلس النواب على قرار إلغاء مكاتب المفتشين العموميين أعلنت هيئة النزاهة تأليفها فرقا تحقيقية متخصصة لتسلم ملفات وأولويات ووثائق لمكاتب المفتشين في مؤسسات ووزارات الدولة دائرة التحقيقات في الهيئة أوضحت في بيان لها أن عشرة فرق تحقيقية ستتولى مهمة تسلم تلك الأوليات والوثائق والملفات على ما هو أو ما هي عليه المنجز منها أو ما هو قيد الإنجاز وحسب اختصاص كل لجنة والجهة المكلفة بالتسلم ملفاتها وأولوياتها ووثائقها الفساد وسوء الإدارة والعمليات المصرفية عوامل لطرد المستثمرين الأجانب من العراق حسب ما أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حيث أوضحت تعضو اللجنة ندى شاكر جودة أن المستثمرين الأجانب يأتون إلى العراق كونه بيئة خصبة للاستثمار إلا أنهم يواجهون عواملات وساهم بطردهم فهي متعددة ومختلفة من محافظة لأخرى لكنها بالنتيجة يكون الخاسر الأكبر هو المواطن العراقي عن تأجيل افتتاح منفذ عرعر الحدودي بين العراق والسعودية والواقع ضمن حدود محافظة الأنبار أرجع مدير وقمارق المنطقة الغربية سعدون رشيد تأخر افتتاح المنفذ إلى أسباب لوجستية وفنية وكدا في تصريح خاص للفلوجة أن الافتتاح رسميا سيكون في نهاية الشهر الجاري تعلمون أن الموعد الرسمي كان افتتاح منفذ عرعر الحدودي بين مملكة العربة السعودية وكان يوم 15 بحقيقة لأسباب لوجستية داخل المنفذ لعدم اكتمال المتطلبات بشكل كامل ارتقينا مع المنافذ الحدودية والمحافظة على يكون الافتاح يوم 28 إلى 30 بهذا الشهر إن شاء الله يكون المنفذ جاهز للعمل بشكل تام وصورة جيدة إن شاء الله المنفذ مهم جدا طبعا للأنبار والعراق للمملكة العربية السعودية في نفس الوقت كون رح يكون منفذ تبال تجاري ومنفذ عبور المعتمرين والحجاج وأصحاب المصالح حسب المتفاقية بينهم بين المملكة العربية السعودية المنفذ مهم جدا لتنشيط العمل التجاري في المنطقة المحافظات الغربية والكربلة والنجف تكون منتعشة بهذا الموضوع إن شاء الله قرية البعكاش في السقلاوية منكوبة بفقدانها نحو 700 من أبنائها تعاني فيها العوائل التي باتت بلا معيل أو ربي أسرة من انعدامهم ووجود مركز صحي فالمرضى من ذوي المفقودين حائرون بين توفير الأدوية لمرضاهم والبحث عن لقمة العيش في ظل ظروف معيشية صعبة للغاية قرية البعكاش الواقعة إلى الشرق من السقلاوية تعاني من فقدانها أكثر من 700 من رجالها وشبابها قبل نحو أربع سنوات لو المفقودين من المرضى يعيشون في حيرة بين توفير لقمة العيش أو توفير العلاج والأدوية والدي أربعة مفقودين أربعة وأنا مريض عندي فقرات والله وجهالي مرضى أكثرهم وحط وما يملحج عليه شيء وكل شيء ما عندي وقال رحمة الله قهار ودق هسا هذا يعيش بيهن دمني عيش بيهن سويت عملية من البشية راح والله من البشية راح الله وكيرك من البشية بشية سوائية قتيبة ابن لمفقود يعاني من تخلف عقلي أهله تركوا مراجعاتهم للأطباء بسبب غلاء الأدوية وحالته الصحية تزداد سوءا يوما بعد آخر والله قتيبة مريض عنده تخلف عنده شلل هو إيده ورجله هسا عينه مشلولات هسا بالجديد صار عنده صارع هسا يخرب يظل عشر دقايق ربع ساعة خربان همين ده النفسه بس ينفخ ويبحث برجلي أو بيديه أبوه مفقود بحدات الصقلاوية وعلاجاته؟ علاجاته والله ما عندي مكان يدم شبيل الطبيب ها من فقد أبولي حد الآن أنا ما أكفى على دكتوره ورائحة ما عندي مكانية هسا شنت قبل لمنحة راجع بي أربعمائة ألف أنا أحطن وأجيب القرية تفتقر إلى مركز صحي قريب وبما أن أغلب عائلات هذه القرية بلا معيل فإنهم يتكبدون الكثير من المعاناة في مراجعاتهم للمراكز الصحية تفتقر هذه المنطقة إلى مركز صحي أكون مركز صحي بعيد عن المنطقة لأن هذه المنطقة تعرفها بس النساء والأطفال فصعوبة عليهم أن يذهب للمركز الصحي والاستقلاوية فمركز الصغلاوية وحتى تذهب للمركز الصغلاوية لا يوجد الباص بألف دينار والعلاجات من الخارج الحائل الأهالي هنا في قرية البعكاش يطالبون بتوفير مركز صحي متنقل في هذه المنطقة للتخفيف عن معاناة النساء والأطفال في الذهاب إلى المراكز الصحية التي دائما ما هي بعيدة عن هذه المنطقة لقناة الفلوجة سلام خالد الأنبار مستمرون معكم في هذه النشرة وتتابعون أيها فريس العرب تتحول إلى كتلة من الغضب اللبنانيون يطالبون بأسقاط السلطات محافظة نينوى تقدم العديد من المطالب لمجلس الوزراء للعمل على تحقيقها هذا ما أكده محافظها منصور المرعيد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الشباب والرياضة أحمد العبيدي محال علينا ضيف معالي وزير الشباب الدكتور أحمد العبيدي في ديوان محافظة نينوى ممثل دولة رئيس الوزراء في اللجنة المعنية بمتابعة شؤون المحافظات اليوم كان هناك استماع لمشاكل أو نسبة كبيرة من المشاكل التي تعاني منها محافظة نينوى محافظة نينوى صوت عليها البرلمان العراقي في الدورة السابقة على أنها منكوبة في كل المجالات الحقيقة اليوم إراد جهد كبير واستثنائي وهناك كثير من النواقص والمشاكل التي تعاني من المحافظة على مستوى الدوائر على مستوى الخدمات كان المعالي الوزير موجود هنا لاستماع على المشاكل ونقلها إلى دولة رئيس الوزراء لأخذ التدابير اللازمة لمعالجته طبعا هناك مسؤولية ضامنية سوف نكون أحنا كمسؤولين عن المحافظة لمتابعة هذا الموضوع القضايا التي تتعلق بنا سوف نكون مسؤولين عن متابعتها وحلها القضايا الأخرى سوف نتابع مع معالي الوزير في مجلس الوزراء لغرض الشروع بحلها وتقديم التوصيات الخاصة بذلك العبيدي الذي يترأس وفد مجلس الوزراء قال إن الغاية من زيارته إلى نينوى هي استكمال حزمة الإصلاحات وإيصال الحقوق والمطالب المشروعة لأهالي نينوى نتينا لاستكمال حزمة الإصلاحات التي انطلقت وبالتعاون مع الرئاسات الثلاث وبتوجيه مباشر من دولة رئيس الوزراء بأنه يجب أن نعكس الحالة من الأصوات التي تتعالى للوصول إلى السادة المسؤولين يجب على السادة المسؤولين أن يذهبوا إلى مصادر هذه الأصوات فلذلك كلفت الوزراء واللجان الوزارية واللجان النيابية واللجان القضائية واللجان المساندة لها والإدارات المحلية من أجل أن تشكل لجان متخصصة ليست لحالة محددة وإنما تبقى مستمرة من أجل أن نناقش بشكل مستمر القضايا والمعالجات الآنية والزمنية والمؤسساتية لكل المحافظات من ضمنها محافظة نينهم تبحث إيران عن دور عراقي رسمي لتخفيف التوتر في المنطقة فقد تلقى وزير الخارجية محمد الحكيم اتصالا مع نظيره الإيراني محمد جوى الظريف من أجل ذلك ضريف وبمعرض حديثه عن الأوضاع في المنطقة والتطورات الأخيرة قال إن على العراق وإيران تعزيز التعاون بينهما لتخفيف التوتر وتهديئة الاضطرابات ولا بد من الإشارة لأن هذه المكالمة أتت بعد ساعات من اندلاع التظاهرات في لبنان على خلفية الصدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن اللبناني وقعت حالة إغماء في صفوف المحتاجين بسبب قنابل الغاز المسيئة للدموع التي أطلقتها الشرطة ردا على رمي المتظاهرين حجارة ومفرقعات نارية على قوى الأمن المسؤولة عن حماية مقار رئاسة الحكومة قوات الأمن عملت على تفريغ المتظاهرين باستخدام خراطيم المياه لإنهاء التحرك الذي بدأ عقب إعلان الحكومة تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم فطالوا قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة كما تجددت الاشتباكات عقب كلمة لرئيس الحكومة سعد الحريري توجه بها إلى اللبنانيين بعدما طالب بمهلة قدرها 72 ساعة لتقديم حل يرضي الشارع والمجتمع الدولي ترجمة نانسي قنقر 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 ضريبة على الواتساب تفجر احتجاجات غاضبة في أغلب مناطق لبنان قصة احتجاجات اليوم الثالث نتابعها في سياق التغرير الآتي بعد نحو ثلاثة أيام على انطلاق التظاهرات في لبنان تحول هذا البلد السياحي المعروف بباريس العرب إلى بلد تعمه الفوضى بعد ان فرضت الحكومة ضرائب على عدد من تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي اثارت حفيظة المواطنين حدة التظاهرات تزايدت في يومها الثالث في بيروت وعدد من مناطق لبنان اذ عمد المتظاهرون إلى تقطيم سيارة احد المسؤولين اللبنانيين بعد ان تركها هاربا مع حمايته من غضب المحتجين كما لم يسلم زجاج احد المباني في بيروت من حجارة المتظاهرين الناقمين مشاهد حرق الاطارات والتجمع حولها وترديد الهتفات الوطنية كانت السيمة الابرزة في ملامح الشوارع اللبنانية التي اكتضت بالحشود المطالبة بتغيير نظام الحكم ومحاربة الفساد وتحسين اوضاع البلد الاقتصادية في ملمح هو الاقوى في اكتوبر الغاضب مدينة لحملة القمعة التي تشنها مصر على الناشطين عن امم المتحدة تطالب السلطات بالتحقيق في تعرض الناشطين للتعذيب على ايد الاجهزة الامنية اثناء احتجازهم نعرب عن قلقنا البالغ ازاء الاعتقالات الواسعة النطاق التي حدثت في مصر اثناء وبعد سلسلة من الاحتجاجات في البلاد والتي سلطت الضوء على مجموعة من القضايا الاجتماعية والاقتصادية نذكر الحكومة المصرية مرة اخرى انه بموجب القانون الدولي يحق للناس الاحتجاج بسلام والتعبير عن ارائهم بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي يجب ان لا يتم القبض عليهم او اعتقالهم نهيك عن ارتكابهم جرائم خطيرة مثل الارهاب لمجرد ممارسة تلك الحقوق مرحبا بالاتفاق الاماركي التركي الاخير حول شمالي سوريا اوضح امينو عام حلف شمال الاطلس الناتو ان تا تركيا تعرضت الى عمليات ارهابية اكثر من كافة اعضاء التحالف تقع تركيا على خط المواجهة في مقدمة منطقة متقلبة للغاية لم يعاني اي حليف اخر من الهجمات الارهابية مثلها يستضيفون ملايين اللاجئين ولديهم مخاوف امنية مشروعة وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو قال ان على الدول الاوروبية مشاركة تركيا في حمل اعباء اللاجئين لافتان الاستعداد بعضها لاستعدة مواطنيها من عناصر لاعش ومحاكمتهم نرى العبء الذي يقع على آتق تركيا حيث يوجد نحو مليوني او اربعة ملايين مشارد داخل تركيا هذا عبء هائل يتعين على اوروبا ان تقدم المساعدة وان تنظر بجدية في كيفية الاستجابة لذلك هذا التحدي الذي تمثله الهجرة مؤكدا انه توصل الاتفاق مع الاتحاد الاوروبي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يدعو البرلمان البريطانية الى التصويت لمصلحة قرار الاتفاق الان هو الوقت المناسب لمجلس العموم البريطاني العظيم لنجمع على كلمة واحدة في البلاد واعتقد ان الناس في الوطن يأملون ويتوقعون خيرا لبريطانيا واصدقائها في الاتحاد الاوروبي من خلال طريقة جديدة للمضي قدما نحو الافضل مشاهدين الكرام الى هنا نصل الى ختم النشر وهذا تذكير بابرز مجاعة فيها حناجر الكربلائيين تفزع للعاصمة الالاف يصدحون بغداد حرة حرة تأجيل الكشف عن قتلة المتظاهرين يؤجج المخاوف من تسويف قضيتهم قوات حفظ القانون تشكيل امني جديد يكشف مهام وزير الداخلية قرية المغيبين البعكاش تفتقر لمركز صحي والكثير من الخدمات للمزيد من الاخبار والتقارير الفلوجة دوت تي بي وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك يوتيوب تويتر شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة